دكتور يمكن احنا شاهدنا في الصيف بما ان حضارك ذكرت بقى تغير المناخ وظواهر تغير المناخ يمكن احنا في الصيف شفنا امطار حتى لو كانت خفيفة بس حصل سقوط امطار في فصل الصيف ودي بالنسبة لنا كانت من المشاهد اللي احنا مش بتعودين عليها في مصر تحديدا يمكن في بلاد اخرى ده كان بيبقى موجود عادي بس بما ان احنا منتكلم على فصل الخريف اللي بالفعل بيكون في امطار ده هينعكس ازاي على فصل الخريف لو هنتكلم حتى على محافظات مصر المختلفة يعني هيبقى شكل فرص تساقط الامطار شكلها عامل ازاي بما ان احنا مؤخرا كمان بنشهد الحقيقة تقدم كبير جدا في الهيئة عمال ارصاد الجوية باقينا بنقدر ان احنا نتنبأ بكل الاحوال الجوية بيبقى عندنا عن دراسة طبعا وعن علم فحايز اعرف من حضرتك هيبقى شكله عامل ازاي وانتكلم تحديدا عن فرص سقوط الامطار خاليني اقول لحضراتكم احنا في الخريف بنتأثر بمنخفض السودان الموسيبي ده بيبقى درجة حرارته عالية بيقابل في طبقات الجوية اللي هوية هوا بارد فبيدى يعمل حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية خاصة على جنوب البلاد وسلاسة جبال بحر الاحمر وده اللي بيقدي الى الامطار الغزيرة اللي بتصل لحد السيول على سلاسة جبال بحر الاحمر وجنوب البلاد في بعض حالات بيبقى او في بعض الاقاط بيبقى بنتأثر بمنخفض جاي من جنوب القرى الاوروبية ده اللي بيدي امطار على السواحل الشمالية واحيانا بتصل الى القاهرة ده الشكل العام لفاصل الخريف في مصر طيب ازاي احنا بنقدر نرشد هذه الظواهر ونتنبأ بيها وهل التطور التكنولوجي الحاصل وزاك الاصطناعي ممكن يساعدنا اكتر في ده خليني اقول لحضراتكم ان الهيئة العامة ارصاد الجوية تمتلك احد اجهزة الارصاد الجوية على مستوى العالم وايضا الموضع المختلفة موجود في الهيئة العامة ارصاد الجوية تنبؤات الهيئة العامة ارصاد الجوية وصلت مصداقيتها الى 100% وبشهادة المنظمة العالمية الارصاد الجوية وانا كنت عضو في المجلس التنفيذي في المنظمة فكان دائما بيجينا ومازال بيجينا جوابات شكر من المنظمة العامة ارصاد الجوية ان احنا مستوى التنبؤات عالية جدا خاصة ان احنا عندنا احدثها الاجهزة ما قلت لحضراتكم وايضا السادة المتنبؤين الجوية والرصيدين الجوية بياخدوا دورات في مختلف دول العالم فبالتالي احنا فعلا الحمد لله نقدر نقول ان احنا من اوائل الدول التنبؤ بتاعها جيد جدا ونوصل الى امتياز كمان لحد نقول نسبة 100% كمان في التنبؤ اشتركوا في القناة